في رحلة الميلاد لا يسعنا إلا أن نكتشف في حركات من السماء تحركات سمائية وأقصد تحركات ملائكية عند ولادة المسيح فجاء الملاك جبرايل بشر زكريا في الهيكل في أورشليم القدس والملاك جبرايل بشر القديسة مريم العذراء وأيضا بحلم تحركات ملائكية لكي تظهر أو تنذر أو تحذر حتى طبعا تحافظ على الطفل يسوع ومنشوف أنه ملاك ظهر للرعاء في هذه المنطقة وأيضا جيش كامل من الملائكة كانت تسبح الرب وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وأيضا ملاك يحذر يوسف حتى يروح إلى بيت لحم وهكذا تحركات ملائكية سمائية فرحة تسبح الرب على التتميم أنه جاء المخلص في ملء الزمان والرسالة هي رسالة فرح ورسالة سلام أيضا وهذه الرسالة كمان نشوفها في السماء في سفر الرؤية بيتكلم عن ربوات ربوات وألوف ألوف من الملائكة تسبح أي ملايين ومليارات من الملائكة والخلائق في السماء تسبح الرب فولادة المسيح من ناحية كان فيه عداء من هيرودوس للمسيح ومن ناحية أخرى كان فيه عبادي وتسبيح للطفل المولود شخص الرب يسوع المسيح موسيح